هنروح للسكواش ولعبنا مصطفى عسل اللي خلص بطولة قطر في المركز التالت وهو في التالت أو تصنيف التالت العالمي طار بعد كده قطر رجع لأرض الوطن عشان يلعب بطولة الأهرام المفتوحة للسكواش والحمد لله محقق نتائج جيدة حتى الآن مصطفى يصعد لربع نهائي البطولة دور التمانية هنشوف نتائج ونقول لحضراتكم تأهل دور التمانية طبعاً والبطولة بتتلاعب تحت سفح الهرم في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر ومجموعة جوائزة 300 ألف دولار مصطفى كان بدأ مشواره بالفوز على بطل فرنسا أوجست بنتيجة 3-0 في الدور 32 ومن شوية قدر يفوز مصطفى على زميله بالمنتخب محمد الشرباجي بنفس النتيجة طبعاً عايزة أقول لكم محمد الشربيني أنا أسف أده قريتها كنت أقول لكم على حاجة على محمد الشرباجي خسر برضو بس ما خسرش من خسر من فرس الدسوقي محمد الشرباجي خسر من فرس الدسوقي أنا برضو عشان كده ريت محمد الشربيني هو محمد الشرباجي فإذا في مفهز برضو مصطفى بنتيجة زيها برضو 3-0 وجدت نتيجة الأشواط كالقاتي 11-7-11-5-11-4 وبات يعني أو ظهر التفوق المصطفى في المباريتين إن شاء الله دور التمانية مصطفى يلعب بكرة بقى في دور التمانية مع زميله مازن هشام طبعا البطولة دي مهمة جدا لأن البطولات دي من البطولات لفل اي أو البطولات المصنفة رقم واحد فمجموعة نقاطها بيبقى كبير إحنا حتى الآن ماشين كويس هو 3 العالم طلع 3 في بطول القطر ودي كانت أول بطولات الموسم إن شاء الله لازم مصطفى يبوز ببطولة الأهرام عشان 3-4 بطولات وبعد كده طلع تقريبا على بطولة أخرى مهمة جدا يعني عنده 3-4 بطولات وراء بعد لو نجح مصطفى يجمع في أكتر نقاط أتصور إن شاء الله أنه ممكن يتصدر الترتيب العالمي ده كان خبرنا عن مصطفى عسل عندنا أخبار كتير ولكن بعد الفصل